الفساد الذي ايقظ شرارة ثورة تشرين نهاية العام الماضي ووحد العراقيين بكل اطيافه ومذاهبه ومكوناته لتحقيق هدف مشترك الا وهو استرجاع العراق من سارقه بوادر الامل تبدأ بمحاسبة اول فاسد نهب اموال الشعب والاقتصاص منه ومن تبعه من عدمي ضمير والسياسي الصدفة بمحاكمة حقيقية عادلة حينها سينهض العراق ويعود لسابق عهده قائدا ورائدا لجميع دول المنطقة بل والعالم ايضا قرار بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبط بمكتب رئيس الوزراء للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية كانت الرصاصة الاولى التي اطلقها الكاظمي بوجه حيتان الفساد منحا اياها جميع الصلاحيات اعادة هيبة القانون والمجتمع قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقاد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية وسوف تمنح كل الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون والمجتمع تحديات المرحلة المقبلة هي ما تعهد الكاظمي بالقضاء عليها عبر ملحقة عصابات السلاح المنفلت والجريمة والتي اصبحت خنجرا في قلب الوطن لدينا الاصرار للتمسخ بالتزاماتنا وسنكون على الاحد اوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة لابر الامان ونؤكد ان السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاختيال والخط هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كل العراقي عيون العراقيين تتطلع لغد مشرق وحكومة تلبي طموحاتهم وتخرجهم من انفاق الظلام الى نور يليق بشعب ابر رضوخة تحت وطأة الفساد ومنظومته ونفوذ الطامعين في خيراته ومقدراته بعد ان تكالبت جهة خارجية لاضعاف العراق وارجاعه مئات السنين الى الوراء اشتركوا في القناة